بسم الله والحمد لله واتم الصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا تكلمنا نحن عن الحديث الصحيح وقلنا ما اتصل إشناده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شدود ولا علا تكلمنا الآن عن المحترزات الثلاثة إذا فقدت يعني قيود الحديث الصحيح إذا فقدت الإتصال بان عندنا أنواع من الحديث الضعيف وإذا فقدت العدالة أيضا جاء أنواع من الأحديث الضعيفة وإذا اختلت ضبط أيضا جاء أنواع من الأحديث الضعيفة الآن نأتي إلى الشدود نأتي إلى نوع آخر من أنواع الحديث الضعيف لاختلال شرط عدم الشدود في الحديث الصحيح نقول الشاذ ويقابله المحفوظ قال الشيخ البيقوني رحمة الله عليه وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ نعم وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ وتسمى الرواية الراجحة وهي رواية الملأ أو رواية الأوثق نعم محفوظة وتسمى الرواية المرجوحة الشاذة نعم فالشاذ في اللغة نعم هو الانفراد والمفارقة وشذاذ الناس الذين يكونون في القوم وليسوا من قبائلهم ولا منازلهم أو هو المنفرد عن الجماعة الراجح في يعني الآن ذكر هناك تعريف للإمام الشافع هناك تعريف قاله الحافظ ابن حجر ودرج الناس على تعريف ابن حجر رحمة الله عليه قال هو الخبر الذي يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وكلمة أرجح منه هي إما أن تكون العدد أو تكون الأوثق يعني هناك ثقة وهناك فوقه في الثقة أو أنه ثقة خالف الثقات خالف العدد خالف العدد والخبر إن خورف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجحات يقال له الشاذ وهو المعتمد في تعريف الشاذ الصلاحاً والله تعالى أعلم أما تعريف الشاذ عند الفقهاء فهذا ظهر التعريف عند السادة الحنفية قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى والرواية تزداد كثرة وبما عليه الجماعة من الحديث وبما تعرفه العامة أو تعرف العامة وما لا يعرفه أهل الفقه ولا يوافق كتاب الله والسنة فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جاءت به الرواية فهو الشاذ فهو الشاذ والشاذ من الحديث لا يؤخذ به هكذا يقول أنا ما خالف كتاب الله ونستطع أن نقول خالف السنة المشهورة ولا يعرف عند الفقهاء ولا تداولوه أو جاء في معرض عموم البلوة فهذا هو الشاذ والله تعالى أعلم قال عيسى بن أبان إذا كان للحديث وجه ومعنى وحمل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن فإن لم يكن نعم معنى يحمل ذلك فهو شاذ يعني إذا خالف وجه القرآن أو خالف السنن نعم ولم يروى على أحسن وجوهه فهذا هو الحديث الشاذ مثال الشذود في السند بسبب النقص مثال الشذود نعم في السند بسبب النقص من طريق ابن عيينة سفيان ابن عيينة رحمه الله عن عمر ابن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه يعني هناك سيد كان له عبد فأعتقوا فمات هذا العبد المعتق نعم فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ميراثه لسيده لسيده وقد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج يعني نحن نقول الآن هذا تراق رواه سفيان بن عيينة موصولا نعم وتابعه على وصله ابن جريج غيره وخالفه محمد بن زيد فرواه عن عمر بن دينار عن عوسجة مرسلا نعم ورواه مرسلا فانفرد حمد بإرساله فهي شاذة نعم لماذا شاذة؟ لأنه خالف الذين رووه موصولا ولم يروه مرسلا وخالف ابن عيينة هنا وابن جريج وغيرهما بوصله وهي المحفوظة لأنها من رواية الأحفظ والأكثر نعم مثال الشدود في المتن بسبب الزيادة مثال الشدود في المتن بسبب الزيادة روى مسلم عن نبيشة الهدلي نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرق وجميع طرقه هكذا أيام التشريق أيام أكل وشرق ورواه موسى بن علي بالتصغير طبعا ابن رباح عن أبيه عن عقب بن عامر رضي الله عنه نعم بزيادة يوم عرفة بزيادة أي يوم عرفة فحديث موسى شاذة لما خالفت الجماعة بتلك الزيادة يعني يوم عرفة يصام يجوز صيامه شرع الرسول صلى الله عليه وسلم صيامه نعم ومن ذلك أيضا ما جاء من حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده نعم قال تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس هذا الحديث ذكر ابن حجر والعين في شرحيهما نعم أن هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ولم يذكر أحد منهم الحج يعني الآن من غير إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ولم يذكروا الحج ولم يذكروا الحج نعم وأجاب عن رواية البيهقي في السنان الكبرى التي جاءت فيها وتحج البيت يعني هناك زيادة زادها البيهقي وهي وتحج البيت ولم يذكر فيها عدد بأنها رواية شاذة رواية شاذة لماذا طب هي رواية شاذة لأن وفد عبد القيس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووفد إلى النبي قبل فرض الحج فإذا كتأكدت أن هذه الزيادة لم تكن زيادة شاذة لأن الحج لم يفرض بعد لأن الحج لم يفرض بعد أما حكم الحديث الشاذ حكمه أنه حديث ضعيف لا يحتج به إلا إذا جاء من تابعه وأخرجه من شذوده حتى تستقيم الرواية ولا تكون مخالفة لا تكون مخالفة الآن عندنا أيضا موضوع جديد وهو التفرد عندنا الشاذ والتفرد والحديث الفرد وزيادة الثقة والغريب كلها تتداخل فيما بينها تتداخل فيما بينها نعم أولى العلماء موضوع التفرد يعني عناية خاصة نعم ولذلك نعم التفرد اللي هو الفرد وهو الوتر نعم وما يأتي من طريق واحد دون أن يشركه غيره من الرواه سواء كان بأصل الحديث أو بجزء منه مع المخالفة أو دونها بزيادة فيه أو بدون زيادة في المتن بزيادة فيه أو بديون زيادة نعم إذن الآن لما نقول إذا كان مخالفا جاء الشاذ جاء كان شاذا وإذا لم يكن مخالف كان حديث فرد كان حديث فرد والآن نرى هل هو من الفرد المطلق أو هو فرد نسبي من نسبة إلى جهة معينة نعم أو هو من باب الغريب أو هو من باب الغريب حكم التفرد عند العلماء التفرد ليس لهم حديث واحد يعني التفرد لا يوجد له حكم عام يطلق عليه لكن هم يعني جمهور المحدثين على أن الحديث الذي تفرد فيه وتفرد فيه ثقة ولم يكن مخالفا كان كأنه حديث يعني هو بأصله وذلك يقول إبن رجب أكثر الحفاظ المتقدمين يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يروي الثقة خلافه أنه لا يتابع عليه ويجعل ذلك علة فيه إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته أو عدالة حديثه وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار ولهم في كل حديث نقد خاص نعم في كل حديث لهم نقد خاص أهمية الكشف عن التفرد أما أهمية الكشف عن التفرد في معرفة علة الحديث قال ابن الصلاح ويستعان على إدراك يعني إدراك العلة نعم بتفرد الراوي ومخالفة غيره له ولا يشترط في خبر الأحادي التحدد يعني إحنا لما نقول الحديث لو رواه ثقة ولم يكن مخالفا وأن فرد بحديث نعم إذا استوفى الشروط إذا استوفى الشروط نعم كان هو كأنه حديث مستقل لوحده نعم فلذلك الآن سفيان الثوري رحمة الله عليه كان يقول اتقوا الكلبي فقيل فإنك تروي عنه قال أنا أعرف صدقه من كذبه نعم إذن هذا هؤلاء العلماء رحمهم الله يعرفون مداخل الأحاديث ومخارجها ولذلك روى الإمام البخاري ومسلم عن بعض من في حفظهم شيء لما ثبتت لديهما أنهم حفظوه ولم يخطئوا فيه ومثل هذا لا يستطيعه كل أحد هؤلاء مثل البخاري ومسلم رحمهم الله يعني أن التفرد يكتشف إذا اكتشف في حديث التفرد وأنه تفرد به ولم يروه غيره وكان مخالف كان هذا عل من العلل والله تعالى أعلم أما إذا كان التفرد من الطبقات العليا مثل الطبقات الصحابة وطبقات كبار التابعين فإنه لا يضر والله تعالى أعلم إذن ولا بد من قراء ليحكم بأن هذه الرواية معلولة بالمخالفة نعم والخطأ والتفرد فلذلك هذا يدرك نعم بالقراء ويحتاج إلى أهله من ذوي الخبرة العالية من الطبقات العليا من المحدثين والله تعالى أعلم إذن قلنا الحديث الصحيح وما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط يعني من غير شجود ولا علة فإذا طرأت العل القادحة كان هذا دليل على ضعف الحديث فلذلك الآن نأتي إلى الحديث المعلل وهو نعم الذي طرأت علة عليه خفية نعم فأثرت في صحة الحديث فقدحت به نعم يقول الشيخ البيقون رحمة الله عليه وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف نعم وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف وأما إذا كان الحديث فيه علة قادحة نعم هذه العلة القادحة تؤثر في الحديث فتنقله من الحديث الصحيح إلى حديث ضعيف معلوم نعم والعلة يعني تأخذ هي إما تأخذ فلان به علة أي مرض نعم وفلان معتل أي مريض وقد تكون من عائق يعوق يعني يشغله عن وجه مثلا نعم أو تكون الشربة الثانية قال نعم علل بعد نهل نعم وهمنا هنا الذي المرض أو الضعف الذي يرد أو يطرأ على الحديث فيعله وتطلق العلة ويراد بها السبب فيقال وهذا علة لهذا أي سبب له تعرف العلة أشار الحاكم رحمه الله في كتابه علوم الحديث قال الأصل في العلل ليس للجرح فيها مدخل لأنها ظاهرة يعني نقول فلان ضعيف فلان متهم بالكذب فلان كثير الخطأ هذه علل ظاهرة علل ظاهرة وهذه العلل الظاهرة نعم لا لا تدخل في باب العلل كثيرا نعم وإن كانوا قد يعلون بشيء من الجرح كما قال ابن الصلاح وسيأتي لكن غالبا العلل هي في أحاديث الثقات في أحاديث الثقات التي تخفى نعم ولذلك يعني الأصل أن يكون هي تطرأ على حديث ظاهره السلامة ظاهره السلامة نعم والعلة تكثر في أحاديث الثقات لخفائها فيصير الحديث بها معلولا ويصير الحديث بها معلولا قال العراقي العلة عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت فيه طرأت على الحديث فأثرت فيه أي قدحت في صحته هذا هذا تعريف العلة تعريف العلة أما الحديث المعلول قال ابن حجر رحمه الله تعالى هو خبر ظاهر السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح نعم إذن نتبين أن العلل هي خاصة تكون في أحاديث الثقات ولذلك هذا العلم كما قال أهل الخبر في ذلك أنه علم نادر ولم يعرفه ولم يبرع به إلا الرتب العليا من المحدثين رحمهم الله وذلك وضح ابن الصلاح ذلك فقال تجد في كتب العلل الجرح بالكذب طبعا هذا نادر أنهم يقولون معلول لأن راويه كذاب هو الأصل أن هذا من باب الجرح نعم ونحوها من أنواع الجرح وسمى الترمذي النسخ علة سمى الترمذي النسخ علة يعني الحديث المنسوخ علة هي علة في الاحتجاج على طبعا علة في الاحتجاج على طريقة الفقهاء والأصوليين وليست على طريقة المحدثين وليست على طريقة المحدثين نعم قال ابن حجر وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها رحم الله ابن حجر يقول هذا من أدق علوم الحديث نعم ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والإمام البخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين والدار قطني وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحج على دعواه كالصيرفي في نقد الدنانير الذهبية نعم وطريق معرفة الحديث يعني طريق معرفة العلل في الحديث مع خفائها وغموضها الجمع جمع الطرق وتقصي طرق الحديث من الجوامع والمسانيد والأجزاء ويسبر أحوال الروا ويعتبر بمكانتهم في الحفظ والإتكان والدبط ويجتهد في الفحص عن طريق التفرد الراوي يعني إذا تفرد بهذه الروا وعدم المتابعة عليه أو مخالفته لمن هو أولى بكشف الوهم من وصل مرسل أو نعم أو منقطع أو وقف مرفوع أو رفع موقوف أو إبدال راوي ضعيف براوي ثقة أو ثقة بضعيف أو اضطراب مع أن الظاهر السلامة إذن الحديث المعلول أو العلة تطرأ على حديث ظاهره السلامة ظاهره السلامة مواضع العلة أكثر ما تكون العلة في السند وقد تكون في المتن فإذا وقعت في السند فقد تقدح فيه وفي المتن يعني العمدة السند إذا اختل السند اختل المتن لأنه غالبا غالبا ما يخطئ في المتون إلا الضعفاء غالبا ما يخطئ فيه فإذا كون السند نفسه فيه شيء السند يكون فيه شيء فإذا وقعت في السند فقد تقدح فيه وفي المتن أيضا كإرسال سند متصل أو وقف مرفوع ولم يكن ثم مرجح ولم يكن ثم مرجح وقد لا تقدح في المتن وقد لا تقدح في المتن بأن يقوى الاتصال والرفع بأن يقوى أو يقوى الاتصال والرفع أو يكون الذي وقع فيه الاختلاف تعيين واحد من ثقتين يعني مثلا هناك حديث يروى عن طريق مثلا عبد الله نعم نعم ابن دينار وعمر ابن دينار نعم كحديث البيعان بالخيار حيث رواه يعلى ابن عبيد عن الثور عن عمر ابن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم فقد صرح النقات بأن يعلى غلط إنما هو عبد الله بن دينار وليس عمر بن دينار نعم وشذ بذلك يعلى عن سائر أصحاب الثور لكن هذه العلة لم تقدح هذه العلة إيه؟ لم تقدح لأن كل من عبد الله وعمر ابن دينار ثقتين نعم كلهم ثقة هذا ثقة وهذا ثقة فإذا كان هذا أصح من هذا فهو ثقة وإذا كان هذا أصح من ثقة ولذلك قالوا هذه علة ولكن هذه العلة بحد ذاتها لم تقدح لأن أينما درت وقعت على ثقة وأما علة المتن والسند الجارح القادح فيه قال ابن أبي حاتم وسألت أبي عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه روح بن عبادة نعم روح بن عبادة عن حمد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده هذا نتكلم عن الصائم يعني في رمضان نعم أو من أراد أن ينوي الصيام إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه هذا يدل على أنه إذا أذن المؤذن للفجر والإناء بيد أحدكم يشرب فلا يضعه حتى يأخذ حاجته هل هذا يصح مع الصيام؟ ومعلوم أن الأذان مثلاً يكون على أول دخول الوقت قلت لأبي يعني عبد الرحمن بن أبي حاتم قال لأبي أبو حاتم وروى روح أيضاً عن حمد عن عمار ابن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فيه وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر قال أبي هذان الحديثان ليس بصحيحين أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف وعمار ثقة والحديث الآخر ليس بصحيح فهذا حديث فيه علة حديث فيها عيذاً هذا لا يصح فلذلك إذا أذن المؤذن وفي فم أحدنا شيء يلفظها إن كانت ماء أو طعاماً نعم ولذلك قال ابن القطان الفاسي نعم وسكت عنه أبو داود وهو حديث مشكوك في رفعه في الموضع الذي نقله منه هكذا في رواية ابن الأعرابي عن أبي داود أظنه عن حماد وهي متسعة للتشكيك في رفعه واتصاله ولذلك قال البيهقي وقول الراوي وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر يحتمل أن يكون خبراً منقطعاً من دون أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أما حكم الحديث المعل نعم الحديث المعل بعل قادحة مردود لأنه تقدم أن من شروط القبول عدم وجود العلة القادحة عدم وجود العلة القادحة نعم والله تعالى أعلم نعم عندنا الآن الحديث المقلوب الحديث المقلوب المقلوب قال الشيخ البيقوني رحمة الله عليه والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم المقلوب لغة نقول هو من قلبه إذا حوله من حال إلى حال ويقال أيضاً قلب فلان الشيء إذا صرفه عن وجهه إصطلاحاً هو أن يكون الحديث مشهوراً براو فيجعل في مكانه راو آخر في طبقته ليصير بذلك غريباً مرغوباً فيه أو أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر ويؤخذ متن هذا فيجعل بإسناد آخر وهذا من باب الإغراب أو الخطأ وهذا من باب الإغراب أو الخطأ وقد يكون تنفيقاً لسوق تلك الرواية يعني مثلاً هو عندما يأتي بإسناد جديد ولا يعرف عند العمام فيقول هذا عنده أسانيد غير التي عندنا فتتجه إليه الأنظار وتأخذ عنه الرواية لذلك قالوا هي تنفيقاً لسوق الرواية وكون من الضعفاء وهذا إسناد غير صحيح إما مركب تركيباً فلهذا من باب الإغراب من باب الإغراب والله تعالى أعلم مثل أن يكون حديث معروفاً بالرواية مالك عن نافع عن ابن عمر نعم هذا الإسناد المعهود نعم فيرويه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهذا عند الفقهاء يجوز أن يكون عنهما كلاهما أن يكون عنهما كلاهما نعم وعند المحدثين قراء وعند المحدثين قراء أخر ليعرف الحديث المقلوب ليعرف الحديث المقلوب وقد يطلق على رويه أنه يسرق الحديث يسرق الحديث نعم الآن عندنا المقلوب قسمان المقلوب قسمان قلب في السند وقلب في المتن أما القلب الذي في السند وهو على وجهين أحدهما أن يقدم ويؤخر في اسم الراوي وذلك بأن يكون الأصل مثلا كعب بن مرة فيقول مثلا مرة بن كعب فيجعل الأب ابن والابن أب وقد يكون هذا عمدا أو سهوا نعم إذا كان سهوا ولم يكثر منه ذلك حتى يسبح سجية كان هذا والله تعالى أعلم يعني لا يؤثر ويطعن في الراوي نعم أما إذا كان عن العمد فهذا يعني يشبه أخو الكذب نعم ولذلك هنا يصبح شديد الضعف نعم ثانيهما أن يكون الحديث مشهورا عن راوي أو مشهورا بإسناد ما فيبدل بنظيره في الطبقة من الرواع عمدا أو سهوا يعني هو لماذا نقول يبدل راوي من طبقته قال لكي لا يعرف أو يشتبه على أنه قد يعرف بالتاريخ أن هذا ليس من الطبقة هذا فيعرف بسرعة لكن لما يكون من نفس الطبقة فيشتبه نعم من أراد ذلك فمثال العمد يعني إذا كان عمدا ذلك كما قال العراقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم السلام واضطروهم إلى أضيقها بعض سنده قلبه حمد بن عمر النصيبي أحد المتروكين فجعله عن الأعمش ليغرب به وإنما هو معروف عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم كما في حديث مسلم ولا يعرف عن الأعمش لهذا كره أهل الحديث تتبع الغرائب فإنه قل ما يصح منها شيء نعم مثال القلب السند سهوا وما رواه جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقدموا أو فلا تقوموا نعم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فهذا حديث من قلب سنده سهوا على جرير بن حازم نعم وإنما هو مشهور عن يحيى بن أبي كثير عند عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند مسلم والنسائي كما هو عند مسلم والنسائي نعم النوع الثاني القلب في المتن القلب في المتن نعم كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله نعم قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله الأصل أن يكون حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ولذلك هذا انقلب على الراوي فقال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله نعم وطبعا الصحيح أنه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه لأن الأصل الأخذ والإعطاء يكون باليمين والله تعالى أعلم أما الأسباب الحاملة على القلب هي كثيرة منها أن يرغب الراوي في إقاع الغرابة على الناس حتى يظن أنه يروي ما ليس عند غيره يعني يظن أنه يروي ما ليس عند غيره فيقبل على التحمل عنه وهذه سارقة ويسمون فاعله سارقاً أيضاً هناك أمر آخر اختبار حال المحدث اختبار حال المحدث يعني مثلاً هل هو من الحفاظ أم لا وهل يفطن لما وقع في الحديث من القلب أم لا يعني هل هذا يعتبر من الحفاظ أم لا يعتبر من الحفاظ ومن ذلك صنيع أهل بغداد مع البخاري وهذا مثال يعني البخاري رحمه الله عندما اختبروه وقلبوا له الأسانيل على المتون وحوالي مئة حديث فهذا يعني القسم يسمى قلب السند كله عمداً والعمد هنا كان لسبب الاختيار وكذلك صنعوا تلاميل محمد بن عجلان معه أرادوا أن يمتحنوه ففطن لهم فدعا عليهم وأصابته دعوتهم لأنهم أرادوا شينه لأن الراوي إذا اختبرته وأخطأ تصبح هذا مثلب عليه فتنقله من ثقة إلى ضعيف وهذا يعز على العلماء وعلى الثقة أما قد يكون هذا القلب من باب الخطأ يعني خطأ الراوي وسهوك حكم القلب إن كان عن سهو فلا مؤاخذ فيه حيف كان عن غفلة بغير قصد ولكن كثرة ذلك تجعل المحدث ضعيفاً لضعف ضبطه يعني كثرة هذا الأمر تجعله ضعيفاً لضعف ضبطه وأما إذا كان عن عمد فيختلف حكمه فإن كان للإغراب فإنه لا يجوز بل هو حرام وأما إن كان لامتحان فقد فعلوا كثير من المحدثين ومنهم علماء بغداد مع البخاري وبذلك استدل العلماء على جواز القلب للاختبار والامتحان قال ابن حجر رحمة الله عليه شرط الجواز أن لا يستمر عليه يعني بعد أن يقلب الحديث يظهر حقيقة الأحاديث وما هي عليه الأسانيد نعم حكم المقلوب أنه يجب رده إلى أصله الثابت والعمل بذلك الأصل ولذلك قال ابن حجر كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللاً أو شاذاً لأنه إنما يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض ومعرفة من يوافق ممن يخالف فصار المقلوب أخص من المعلل والشاذ والله تعالى أعلم الآن بعد أن تكلمنا عن هذا الحديث الضعيف بأنواعه نعم الآن ما هو مناهج المحدثين التعليلية يعني تكلمنا عن المعلل الآن هذا على طريقة المحدثين على طريقة المحدثين أما إذا كان على طريقة الفقهاء نعم وذلك منهج الفقهاء والأصوليين قال ابن الدقيق العيد كثير من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء لا تجري على أصول الفقهاء وقال أيضاً عدالة الرهو وجزمه بالرواية ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه فمتى حصل ذلك جازة ألا يكون غلطا وأمكن الجمع بين روايتي ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه نعم فهذا الأمر قال أبو يعلى الحنبلي أصحاب الحديث يضعفون ما لا يجب تضعيفه عند الفقهاء كالإرسال والتدليس والتفرد بزيادة في حديث لم يروها الجمع وهذا موجود في كتبهم تفرد به فلان وحده نعم وسار أيضا على هذا المنهج من العلماء أيضا الإمام الطبري في كتابه تهديب الآثار وابن حبان أيضا في صحيحه أيضا والحاكم في مستدركي وابن حزم والبيهقي وابن الجوزي وابن القطان الفاسي نعم منهج المحدثين طبعا أهل الحديث لهم شروط قلنا شروط الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شدود ولا علا الآن هناك علا تمنع العمل بالحديث عند الفقهاء تمنع العمل بالحديث عند الفقهاء والقصوليين نعم من هذه نعم وذلك لا بد من التمييز بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء طريقة المحدثين هي الحكم على الحديث من حيث القبول والرد يقولون هذا حديث مقبول هذا حديث مردود ولذلك جاء الفقهاء والقصوليين ليقولوا أن طريقتنا في الحكم على الحديث أن هذا حديث معمول به أو متروك العمل به إذن وظيفة المحدث أن يحكم على الحديث ويقدمه للفقيه فالفقيه هو الذي يقرر أن هذا الحديث يعمل به أو لا يعمل به ولذلك هذا قول الأعمش كما مر معنا للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه لما قال له أحنوا الصيادلة وأنتم الأطباء نعم فالمحدثون هم مثابة الصيادلة نعم والفقهاء بمقام الأطباء رحم الله جميع علمائنا أما العلل المتفق عليها عند الأصوليين هناك علل متفق عليها عند الأصوليين وهناك علل مختلف فيها عند الأصوليين نعم العلل المتفق عليها عند الأصوليين هي من جهة المعارضة والمخالفة من جهة المعارضة والمخالفة نعم من هذه العلال أن يخالف نص كتاب الله أو سنة متواترة فإنه يرد إذا خالف الحديث الأحد نص من كتاب الله أو خالف حديث متواتر أو سنة مشهورة فهذا يعارضه أيضا ولذلك كان ما خالف كتاب الله نعم هذا مردود نعم ولذلك قال السرخص رحمة الله عليه ودليلنا حديث السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال رجال يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط أضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق وإنما الولاء لمن أعتق والمراد كل شرط مخالف لكتاب الله ولذلك قال الشيرازي يرد خبر الواحد أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة نص الكتاب أو سنة متواترة فيعلم أنه لا أصل له أو أنه منسوخ نذكر مثالا لمخالفة الأثر لظاهر القرآن عند الفقهاء سئل الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه عن حديث إذا زن العبد خرج منه الإيمان وكان كالظلة فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان فقال أكذب هؤلاء أي الرواة ولا يكون تكذيبي لهؤلاء وردي عليهم تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم أنا مؤمن بكل شيء تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم غير أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم بالجور ولم يخالف القرآن فإن هذا القول تصديق بالنبي وبالقرآن وتنزيه له صلى الله عليه وسلم من الخلاف على القرآن ونبي الله لا يخالف كتاب الله تعالى ومخالف كتاب الله لا يكون نبي الله وهذا الذي رووه خلاف القرآن لأنه قال الله تعالى في القرآن الزانية والزاني نعم ولم ينفي تعالى عنهما الإيمان وقال تعالى والذان يأتيانها منكم يعني الذي يزن منكم ومنكم أي من المؤمنين فلم يسلب عنهم إسم الإيمان ومعلوم أنه من لم يستحل الزنا وإن اكترف الزنا فهو فاعل كبيرا ولكن يبقى في دائرة الإسلام والإيمان في دائرة الإسلام والإيمان فقوله منكم لم يعني به اليهود ولا النصارى وإنما عنا به المسلمين نعم فرد كل رجل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف القرآن ليس ردا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكذيبا له وكذلك كل شيء تكلم به نبي الله صلى الله عليه وسلم سمعناه أو لم نسمعه فعلى الرأس والعينين قد آمنا به ونشهد أنه كما قال نبي الله ونشهد أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر بشيء نهى الله عنه ولم يقطع شيئا وصله الله تعالى أما مثال المخالفة الأثر لظاهر القرآن عند المحدثين روى البيهقي باستنده إلى أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه نعم الإمام مسلم رد هذا الحديث رد هذا آأ الحديث فقال نعم وقال أبو قيس الأود وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان هذا مع مخالفتهم الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا مسح على القفين وقال لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل نعم فمسلم رده لمخالفة ظاهر القرآن والثابت من السنة والثابت من السنة والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين